ثم سادساً أن إثار الباطل ترك رجوع إلى الحق يعمق الشبهة ويستمرئها صاحبها ويصير الرجوع عنها من أصعب ما يمكن والقضية يعني خلاص تصير مثل السرطان المنتشر إذا ما تداركه في أول الأمر واستشرى خلاص ما ينفع لا كيماوي ولا غير كيماوي انتهينا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ولذاك لا بد الواحد يخشى أنه لو استمر أن يستمرئ وبالتالي خلاص تحلو البدعة يصبح الانحراف مستمرئاً عنده قال الشيخ الإسلام ويلحق الذن من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحوه طيب الآن لما نجي على قضية المراجعة بعض الناس قد يقول ما في ناس كانوا على حق وزعموا المراجعة وتركوا الحق يعني العكس نقول نعم هذا حصل في ناس كانوا على الحق وزعموا المراجعة وتراجعوا مش رجعوا تراجعوا فإذن أولاً لا بد أن نعرف أين الحق هذه مسألة مهمة جداً وهذا لا بد له من علم الكتاب والسنة والرجوع إلى علماء الكتاب والسنة ولا بد أن يكون هناك عزم صادق ولا بد أن يكون هناك إقبال على الله لا بد أن يكون هناك دعاء لله لا بد أن يكون هناك استبان تبين يتبين الإنسان وقد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها ثم الإنسان إذا تبين له أنه على الباطل لازم يندم على ما مضى يعني كان طول الوقت على منهج عوج كان طول الوقت على انحراف على بدعة والندم توبة والله عز وجل قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إيش يعني؟ يعني بأن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً وحسرة على ما كانوا فيه من النفاق لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا متى تصلح أحوالهم؟ أن تقطع قلوبهم إيش يعني؟ يعني أن تتقطع قلوبهم ندماً وأسفاً على ما كانوا فيه من النفاق لازم ثم إظهار التوبة وإعلان الرجوع مهم جداً لأن بعض الناس يرجع سراً طيب الناس الذين يقتدون بك والذين ضلوا بسببك إذا ما أعلنت التراجع كيف سيرجعونهم؟ ولذلك الله لم يكتفي في توبة هؤلاء الذين ينحرفون عن الحق ويعلنون الانحراف حتى يعلنوا التراجع والتوبة علناً فقال إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فاشترط الله تعالى لتوبة الذي كان يكتب مقالات منحرفة والذي كان يقدم برامج منحرفة والذي كان يروج أفكار منحرفة أنه لابد من ثلاثة أشياء التوبة والإصلاح والبيان هو ينيب من الباطل الذي كان عليه ويرجع ويصلح حاله بالتقرب إلى الله والأعمال الصالحة ويبين فساد ما كان عليه لألا يواصل من يغتر به من اغتر به قال ابن رجب ذكر لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رجل من أهل العلم كانت له زلة أتاب من زلته قال لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته ولا يعلمنه أنه قال مقالته كيت وكيت وأنه تاب إلى الله من مقالته ورجع عنه فإذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل أتلى الآية إذن قال الشيخ عبد العيز مازر رحمه الله فمن نشر باطلا بين الناس لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه لا بد طيب ما هي عوائق التراجعات أولا إل في الحالة التي هو عليها ومشقة التراجع على النفس اللي متعود على شيء صعب لكن بالإخلاص يتجاوز هذا اثنين الخشية من أن يقال عنه ما له رأيه وكل يوم يغير فيقول لا خلك ثابت بس لا يقول عنك أنك ما عندك كلمة وما أنت رجع ليه يا أخي خلاص والواحد إذا تبين له الحق الرجولة أن ترجع إلى الحق وتترك الباطل ثلاثة الأنفة والاستكبار بعض الناس هو يعني يحرج يعني ما يبغي يرجع كذا محرجا لكن بعض الناس كبرا لا يريد أن يرجع كبرا يعني يقول أنا أخطأت يا جماعة أنا أخطأت أخطأت ورب الكعبة صعبة فإذا واحد عنده كبر يعني لا يمكن كبر كيف تراجع يعني أطلع أنا يعني في موقف ضعيف لا تدرك النفس البشرية المستكبرة أن الرجوع إلى الحق رفعة وأنه يعظم عند الناس هي ترى أن هذا ضعف لكن في الحقيقة هو قوة وقال الشافعي كل مسألة تكلمت فيها وصح الخبر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي في ناس ما يتراجعون لفقدان الشجاعة لأنه جبان ما هو لأنه متكبر لأنه جبان فيجب أن يكون الإنسان شجاعا في الحق من الأسباب حب الرئاسة والمنصب والدنيا فبعض الناس فبعض الناس لأنه منحرف وليا فإذا تراجع زال عنه المنصب فيقول أنا إذا تراجعت الآن راحت الميزات راحت ميزاتي يقول ابن القيم ناظرت بعض علماء النصارى يعني شخص معظم عند النصارى فلما تبين له الحق بهت فقلت له أنا وهو خاليين ما يمنعك الآن من اتباع الحق فقال لي إذا قدمت على هؤلاء الحمير يقول هذا لفظه إيش يعني الحمير يعني أتباع هو يسميهم الحمير فرشوا لنا الأرض تحت حوافر دابتي وحكموني في أموالهم ونسائهم وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها فلو أسلمت تروح مكانتي عند جماعتي وما أجد مكان عندكم فأدور في الأسواق أتكفف الناس فمن الذي يطيب نفسا بهذا صراحة فقلت له هذا لا يكون وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق فما ظفرت به من الحق وأن جاء من النار ومن سخط الله غضبه يعوضك عن كل ما فات وزيادة فقال حتى يأذن الله قالوا هذه كلمة لو شاء الله ما أشركنا الاحتجاج بالقدر على البقاء على الكفر هرقل وصلت به القضية لدرجة أنه رأى الحق وعرفه وعرف أنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم هرقل ملك الروم ملك الدولة العظمى في ذلك الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة هرقل هرق العرف أنه هذا هو نبي يجب اتباعه الرجل وراح خطوة إلى الأمام وبذل محاولة وجمع عظماء الروم في دسكرة بحمص قصر كبير وغلق الأبواب ثم اطلع عليهم فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايع هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب الرجل يريد أن نغير الدين نخرج عن ديننا ونلحق بالنبي العربي وجدوها غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي ثم قال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم أنا سويت اختبار فسجدوا له ورضوا عنه رواه البخاري قال النووي شح في الملك ورغب في الرياسة فأثرها على الإسلام ظن الخبيث بملكه والذي كان يجب عليه يترك الملك ويأتي إلى المدينة يشهد ويبايع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر